طب معلش كمان مرة متوقف قدام اللقطة دي شوية يعني يعني لو يعني يعني آآ عادي برضو عادي يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديده والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو وانس ابونا تايم ان هوليوود وانس ابونا تايم ان هوليوود هو الفيلم الذي يقوم ببطلطو كوكبة من ألمع نجوم السينما العالمية ومن إخراج وتأليف كوينتين تارنتينوف واحد من آخر أفلام مبين أو حاجة زي كده مش عارف هو كان قال هيعمل ثلاث أفلام وبعدين شحنه هيخلص يعني مش فاكر بالزبط الرقم يعني مش عارف تتفقوا معي ولا لأ بس السادة صناع الأفلام ونجوم الأفلام الكبار بقوا عاملين زي الفنانة شريهان في موسم الفوزير كل سنة اللي هو لأ مش عامل الفوزير السنة دي لأ مش قادرة لأ مش حقدر أرقص والله يوسطي وجعني صوتي أحملي صوتية وبعدين يعملوا أفلام غصبا عن نوم فما فيش داعي لشغل المرقعة دوله وتشتغلوا زي الرجال أو خلاص المهم القراء اختلفت في التريلر دي لأن فيه ناس بتقول لي تيزر مش موضحة حاجات كتير ولكن الملف نازل زمنه ومعقول مش زمن التريلر دقيقة ونص ولا بتاعه هو دقيقة 45 ثانية بس مكتوب عليه تريلر فأتصور أنه حيبقى فيه تفاصيل وبعدين أنا مش متصور برضو إزاي فيه فيلم زي دا وبعدين ينزله حاجة ونقول عليها مش تريلر أو ممكن نتفرج عليها ونطلعش بحاجة نقولها يعني حاستغرب بصراحة لو بعد ما تفرج عليها ملقتش حاجات مهمة تتقال ولكن عموما يعني كل شيء وارد وكالعادة مشوفتهاش ولا مرة حشوفها معكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا موسيقى نعم نعم رائع يا موسيقى مرة نعم نحن يخلقك لأنا نجد لو أحد تقتل احد تقتل احد في اجازة تحديد يسمى البيض ولذا لم يربع التقني لا 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 يا جماعة لا يا جماعة التريلر دي كلها كوم وليونود ديكابري هوبي تويست كوم داني دي لو ما بقيتش الميم بتاعت كل حاجة احتفالية على وجه الارض انا ما بقاش فهم العالم دي شغل ازاي لمؤاخذة يعني لأ يعني كابتن توينت بص يا اخ تارنتينو دي الساعة بتاعتي حضرتك تاخدها لغاية لما فك قلبي وبيعوا وديهولك يعني اقول ايه طيب بس لا حاجة سوبر عظمة يا جماعة انا هقف عند اللقطة سبكم التفحيص والتمحيص والهاردة كله انا هقف عند اللقطة دي بس كده واعمل موضوع كبير وموضوع الصعب هارك طبعا دي ساعة ما حلتيش غيرها يعني هو حضرتكم شايفين ان فكرة ان في ليونودو ديكابريو على اليمين وبراد بيت على الشمال دي حاجة كده في حد ذاتها ما يكفيهاش رياكشن يعني الناس اللي كان بتقولي دي ما ينفهاش تعمل لها رياكشن يعني انا مش فاهم بصراح شايفين ان ده حدث عادي يعني موضوع يعدي كده كأنه شيء بسيط يعني ودي عظيمة الريترو والنوستالجي عظيمة على سبيل توضيح العلاقة ما بين الممثلين والأدوار والكلام ده كله ليونودو ديكابريو قايم بدور ممثل المفروض ان هو مشهور بس احنا فاهمين من البريمس ان هو ممثل تلفزيوني ابتدت الأدواء تمحصر عنه وبراد بيت عامل الدبلير بتاعه الستندبل بتاعه يعني دي عادي انا مش عارف انا معلش انا اسف انا عارف اني اكيد ببالغ يعني بس هي السميركي دي عادي ان انا اشوف ليونودو ديكابريو بيحاول يقلد الاتسامة الرخمة بتاعه ده عادي الفيلم التاسع لكوينتين ترنتينو ونامي متقعدش تعد على اديك ابونا انا اسف في اللفظ يا وحيات ايه اغلى حاجة عندك ايه اشتغل عادي كده متقعدش يعني تزلنا بكل ام كم فيلم بتاعه يعني بقى تخلينا العلاقة حلوة يعني الفيلم التاسع لكوينتين ترنتينو اللي هو نظام انتو كده لكو كان فيلم طب فضل لكو كان فيلم مارجو روبي عاملة دور شارن تيت والقصة المأساوية الشهيرة مش عايز بقى اوض ضايع وقت في اني حكيها لكم ولكن خشوا على ويكيبيديا بالعربي ولا الانجليزي ولا اي حاجة حتعرفوا القصة وقصة شارلز مينسن والكلام ده كله استعرضت كتير لشكل الحياة الفنية والصيوعية والشوارجعية والهيبيهية بتاعة هوليود في نهاية الستينات وبدأت السبعينات اللي بيسموها نهاية العصر الدهبي بروسلي اللي هو بالزبط يعني اي حد حيقتل اي حد حيخش السجن ايه لازمة الخطبة انا بقى قررت في مخيلتي المريضة ان ده براد بيت مش الشخصية اللي بيلعبها براد بيت بيخش في مارشل ارتس فايت مع بروسلي مش الشخصية اللي بيلعبها يعني اه انتو فاهمين جبدة جدا يا جماعة وخلونا فاكرين المفروض ان براد بيت الدوبلير بتاع ليوناردو ديكابريو اه يا انا الدنيا حر فانا بصص على المياه مليش ده وانتو اخدين بالكو عيني رايحة فين انا بصص على المياه الدنيا حر ومحتاجين ننزل البيسين وده حقيقي الدنيا حر نهارده نلابس قميس ايه فيه انتو بتكبروا الموضوع ليه بس بس انا عايز واحد صايع يسحب لي دي كده جي اي اف وبس انا مش هعمل اي حريكة بيها على كل حاجة في الدنيا حاجة سعيدة حاجة تعيسة حاجة مأسوية حاجة حلوة حاجة وعشة انا مش هرد غير الرد ده من هنا ورايح من الواضح ان دي حاجة هتبقى قدام في مستقبله التمثيلي غالبا بعد انهيار فرصه بقى ما عرفش طبعا انا بتخيل يعني ولكن حاجة لها دعوة بانه هو نفسه يتخذ على محمل الجدية كممثل كويس يعني وممكن تكون رسالة من كوانتين تارنتين وخدوا بالكم بيحضرنا لانه هو شايف من رأيه ان ليوناردو دي كابريو في الفيلم ده بيقدم افضل تمثيل في التاريخ يوليو بس مش اي الامتة مش فاهم مش المفروض نعرف التاريخ عشان نفضي نفسنا يعني عاوز اعدي سريعا قوي بقى على التريلر دي علشان لو في لقطة عابرة لحد من الممثلين لان الكاست فيه ناس تانية تقيلة جدا برضو فيه أل باتشينو مثلا يعني فعايز اعرف لو كان عدى وانا مخدتش بالي ولا بتاع ولا حاجة زي كده اهو حاجة سريعة كده ده ايميل هيرش على قد مفهم بتاع انتو دا وايلد اسم الفيلم صح اعتقد اه الرجل ده بيمثل جمد على فكرة يعني هو عايز دور بروسلي قوي يعني فقصة الفيلم زي ما قلتلكم كده عن ممثل تلفزيوني مر بفترة من فترات المجد ولكن بدأت الاضواق تنحصر عنه فبينطلق في رحلة لمحاولة غزو عالم السينما في نفس الوقت اللي فيها الحكاية بتاعة شارلز مانسن بتقع والمقتل شارنتيت مش حرق ده شيء معروف يعني والزي ما بنقول كده الفترة اللي انهت عصر هوليود الدهبي الفيلم طبعا من تأليف واخرق كونتين تارنتينو بلغته المعروفة واللي منعكسة فعى مصر كتير جدا جدا جوا الفيلم ده بما فيها المزيكة على سبيل المثال وفريق البطولة بقى حاجة كده عاملة زي ما تكون نوع من انواع النخعة او الهبد من ولد صغير ما يعرفش غير خمسة ستة ممثلين في حياته وعاوز يقنع صحابه انه شاف فيلم هما كلهم موجودين فيه اللي هو نظام انا شفت فيلم من بطولة ليوناردو دي جابريو وبراد بريت وقالباتشينو ومن اخراج الرجل بتعبول بفكشن اللي هو هبدأ هبدأ يعني تفرج على الموضوع ده تحس ان اي ام دي بي جاية تابد علينا على اي ام دي بي الفيلم واخد تاريخ محدد وهو ستة وعشرين يوليو بدري سيكة على موسم الجوائز بس ما اعتقدش ان هو غريب عن مواعيد طرح افلام كوينتين ترنتينو في العادي وان كنت مش فاكرة قوي برضو ودرجة ترقبي لهذا الفيلم هي عشرة من عشر درجة ترقبي للرأسة تويست بتاعت ليوناردو دي كابريو ديت لوحدها خمسمية من عشر انا بقى انا مش عايز حاجة من الفيلم ده انا عاوز اللقط دي بس بصراحة اه يا انا يما مش عارف لو في بقى تفصيلة في التريلر مش فتهاش انا دورت على قل باتشينو ملقتوش الحقيقة يعني فمنتظرين التريلر اللي بعدها واللي بعد اللي بعدها وكل الصور اللي ممكن تطلع بس برضو يا ريت ايه بالعقل مش عاوزين ايه نرمي كل اوراقنا مرة واحدة عاوزين نخش الفيلم نلاقي حاجات مش فنهاش قبل كده ده رأيي ودي توقعاتي ودي نسبة ترقبي الاهم منها رأيكم وتوقعاتكم ونسب ترقبكم يريد تساهموا بيهم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة يريد تعملوا شاروا لايك الحلقة لو عاجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وطبعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي اشتركوا في القناة